موسيقى مساء الخير الأمن قبل السلسلة أحيانا والشارع اللبناني مفتوح على تحركين سلمي وسلفي الأول تقوده هيئة التنسيق النقابية والثاني له أكثر من أب وأم من ولاية طرابلس إلى جمهورية عبره ففي السلسلة النقابيون يطوقون الوزارة والأخرى مجلس الوزراء لا يملك إلا الدعوة إلى الصبر الرئيس ميقاتي يطلو صلاة الاستسقاء المالي واللجنة الوزرية تناقش بما لا تملك ومن بين حفلة الكرة المتقاذفة من ملعب إلى آخر فجر وزير المال محمد الصفضي البحصة العالقة في مجاري السلسلة وأعلن للجديد أنه قدم أمام اللقاء الوزري في سرايا خطة مقسمة على خمس سنوات لكن المفاجأة أن خمسة وزراء من أصل سبعة رفضوها واستغرب وزير المال كيف يغدق الوزراء الوعود على هيئة التنسيق ويناصرونها في مطالبها وهم يرفضون خطة الموارد المالية ويعترضون عند كل اقتراح تمويل يطاول قطاعا معينا ومعلوم أن الوزراء الذين حضروا اجتماع اليوم ورفضوا مقترحه الصفضي هم نؤولا نحاس فادي عبود مروان خير الدين محمد فنيش وبانوس مانجيان أما الذين وافقوا فهم وزير المال ورئيس الحكومة ولكن كيف يعطي ميقاتي إشارة خضراء على التمويل فيما يرفض وزيره نقولا نحاس الخطة نفسها إلا إذا كان رئيس الحكومة قد أجرى مناورة سياسية اقتصادية في الأمن لا مناورات واللعب أصبح على المكشوف وفيما تترقب صيدة جمعة الأسير غدا أعطى كل من الرئيس فؤاد السنيورة والنائب بهي الحريري غطاءا سياسيا ومذهبيا لحركة الشيخ الأسير وأصدر بيانا مشتركا رأيا فيها أن كلام السيد حسن نصر الله ينم عن استفزاز ونيات أو تحضيرات أو مخططات معدة لتنفيذ اعتداءات مسلحة على المدينة وأهلها بسبب حجج مفتعلة وفي البيان المشترك مزايدة على الأسير وأنصاره وتفوق على اللغة التحريدية التي يتبعها والحريري التي أوعزت إلى مناصريها قبل أشهر في عدم الصلاة وراء الأسير بعد الآن كموقف يبعدها عن الشبهة لا يستبعد أن توجه إليه الدعوة شخصيا ليقيم الصلاة في مجدليون على أن يحج الرئيس السنيورة للصلاة في جامع بلال بن رباح وعندئذ يكتمل الغطاء السياسي والديني لحركة هذا الشيخ التي عجزت الدولة عن تبليغه ورقة حضور واختصارا للمشكلات وردود الأفعال فأن مخفر حارة صيدة أصبح بإمكانه بعد اليوم إبلاغ قصر مجدليون بالرسائل المراد توجيهها إلى الشيخ الأسير إذن وزير المال محمد الصفضي يقدم مشروعا جديدا لتمويل السلسلة أمام اللجنة الوزرية التي عقدت لقاءا تشاوريا في السرايا والوزراء يرفضون المشروع خلف تلك الأسوار وبعيدا عن الإعلام كان لقاء تشاوري وزري في محاولة لإيجاد حل لتمويل سلسلة الرتب والرواتب خصوصا بعد أن استفحلت الحلول مع إصرار هيئة التنسيق النقبية على وعود قطعتها اللجنة الوزرية وكانت أكبر من قدرة دولة المالية ومقترحات وزارة المال في الاجتماع الذي حضره ستة وزراء إلى جانب رئيس الحكومة عرض وزير المال محمد الصفضي مشروعا جديدا للتمويل يقوم على أساس تلبية مطالب الهيئة ومراعاة اقتصاد الدولة قدمت أنا اليوم حقيقة بعد التجاور مع رئيس الحكومة أمس ورئيس الحكومة من ناحية مبدأ كان عجبته كثير الفكرة وشجعني أني قدمها قدمتها أنا اليوم الوزراء رفضوها لماذا؟ رفضوها قال نحنا حقيقة عم ناخد كثير من حوق المضربين وما لا حيوافقوا ونحنا واعدينهم بأكتر قلت لهم أنا ما حركت بعض الأرقام هي بيازاتها ولكن هذه الزيادة هن اللي عم بيطالبوا فيها اليوم نحنا عم نعطيهم إياها على خمس سنوات لأنه بهال خمس سنوات القطاع الخاص ما بيتضرر ما بيصير عندنا تضخم نحنا كاقتصاد عام ممكن نحنا نتحمل هذه الأمور ويكون كلها مرتاحين كمالية عامة كخطاع خاص كخطاع عام يعني صار أي موظف بالدولة بيعرف بالضبط كل سنة كده شي يزوتوا لمدة خمس سنوات بيحققوا تماما مطالبهم كلها اللي هن عم يطالبوا فيها هناك وزراء رفضوا داخل هناك وزراء رفضوا وأحد الوزراء الوزير خار الدين عمل تصريح أنه كان رفضا كاملا من جميع الوزراء لعرض وزارة المالية استغربت لأنه أنا أحد عضاء اللجنة أنا مرفض أنا قدمت فوقت نكون كان فيه رفضا كاملا معناته رفضا كاملا إلا واحد رئيس الحكومة كان موافق عليه صرنا اثنين طب عضاء اللجنة اللي كان كان فيه خمسة غيرنا صاروا عضاء اللجنة خمسة بس عضاء اللجنة سبعة تصريح 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 ولكن وقتها بتجي بتقول منا بنا نجيب المال هذا بيقول لك هالقطاع ما تقرب عليه وهذا بيقول هالقطاع ما تقرب عليه وهالقطاع ما تقرب عليه وهالقطاع ما تقرب عليه بينما كلهم بيطلعوا بالإعلام بيقولوا نحن مع أقرار هذه السلسلة نعم نحن كوزارة مالية مع أقرار هذه السلسلة ولكن مع أقرار هذه السلسلة بشكل لا تضر الاقتصاد الوطني ولا تضر مستقبل لبنان المالي والاقتصادي نعم نحن معه نحن أول من قدمه إذن عمليا عمليا صرت عملية مزايدة مين بيتشاطر أنه يزايد أكتر ولكن وقت اللي نعود على الطاولة تنول من أين مصادر التمويل الكل بيتطلعوا بعضهم نحن كوزارة مالية قدمنا آخر معنا نتمنى نحن أنه هيئة التنسيق تنظر إيجابا أنه في عنا اقتصاد وفي عنا وضع خاص وفي عنا نحن مرئين بأزمة مالية وأزمة اقتصادية نحن مرئين بأزمة كتير كتير كبيرة إذا هن يريدون أن يغضوا النظر عن كل هالأشياء مثل اللي يطفر رأسه بالرمل لأنه لح تسقط الدولة ولح يسقطه هن وما حد لح يصير عنده إمكانية أنه يقبض معه شو أحد من الدولة إذن تحولت اللجنة بقدرة قادر إلى مقبرة للمشروع الجديد بعد أن كانت قد دفنت المشروع الأول الذي تقدمت به وزارة المال مع بداية المطالب العمالية بإعطاء هيئة التنسيق وعوداً كانت أكبر حتى من مطالبهم إضرب هيئة التنسيق في يومه العاشر والاعتصام المركزي أمام مدرية الواردات في وزارة المال على أن تكون وزارة العمل قبلة التحرك غداً مدرية الواردات التابعة لوزارة المال كانت قبلة هيئة التنسيق في اليوم العاشر من إضرابها المفتوح رغم النفوس المشحونة من إهمال الحكومة ظل التحرك هادئاً حتى أن إغلاق الطريق تم بالتعاون مع القوى الأمنية بهدف تحويل مسار السيارات المتوجهة إلى شارع بشار الخوري فلا تقع في زحمة الحشود أما الكلمات فشددت على طول نفس المتظاهرين وصمودهم حتى إقرار السلسلة اجتمعوا بالأمس القريب وقالوا بأننا لن ندفع الأقصاد منذ هذه اللحظة نحن نقول لهم نحن لن نبادلكم الشر بالشر ولن نرد الدربة بالدربة إنما على العكس سنعلم أولادكم حتى وإن كان مجاناً فنحن لن نركع لضغطات المالية لأننا أصحاب حقوق السلسلة محقة والسلسلة عم انطالب فيها لأنه ما عم طعط لأنه الرواتب رواتبنا هي تحت المستوى يلي ممكن يعيش فيه الإنسان بشكل محترم ورغم هذا الشيء السلسلة ليست منصفة لموظفي الفئة الرابعة السلسلة ليست منصفة لهذه الفئة التي عصب الإدارة يقوم عليها وتوازياً مع اعتصام مدرية الواردات أقيمت اعتصامات ومسيرات عدة في مناطق مختلفة كما استمرت المدارس الرسمية والخاصة في إضرابها وانضمت إليها الجامعة اللبنانية تضامناً مع هيئة التنصيق لا حظوظ لمطالب هيئة التنصيق النقابية لدى الأفريقاء السياسيين والحلول تبدو بعيدة الأمد تحقيق للزميلة يمنى فواز لا صدى للثائرين على الطرقات لدى الطبقة السياسية بطرفيها فالأفريقاء على اختلافاتهم يتفقون على أن حقوق هيئة التنصيق النقابية محقة ولكن أحققوا بديوا أحققوا بدأ الشيء يعني أن يعكس سلباً عليهم بش لمصلحتهم عملية الخطوة المتسرعة وليس السريعة أعتقد بتأدي لأن عكاس سلبي وليس إيجابي آن الأوان يمنحوا الحكومة مهل محددة مهل محددة عمو لا تتجاوز لا تتجاوز الأسبوعين معلش مرة تانية مرة تالتي هو الإنسان بيضل يحاول نحن نتضامن في المبدأ ولكن في نفس الوقت نضع مسؤولية على الحكومة لأنها تخبطت في التعاطي مع هذا الموضوع من البداية منذ بدأت بإعطاء زيادات وتعديلات بالرتب والرواتب كان مفروض أن تقدر إلى أين هي ذاهبة وبالتالي صار نقاش صريح بمجلس النواب حول هذا الموضوع نحن تقديرنا أن الحكومة اندفعت بمنطق انتخابي أنائم حمد قباني وبتناقض واضح يتضامن مع مطالب هيئة التنسيق النقابية وفي الوقت نفسه يدافع عن الهيئات الاقتصادية الحكومة السابقة ما عملت وعود لا تستطيع تحقيقها أما الحكومة الحالية أغرقت الموظفين والعمال بوعود تبين بعد ذلك أنه بمصادر التمويل اللي عم تفكر فيها ما فيها تجيب هذه المبالغ إذا بد تجيبها كان رأيي الهيئات الاقتصادية أنه هذا الأمر يؤدي إلى الانهيار الاقتصادي والنقدي وهذا شيء البلد ما يتحمله ولكن الهيئات الاقتصادية اليوم عم بتكون طيافة الآن الهيئات الاقتصادية هي فريق بس هو فريق مهم لأنه يعكس ماذا يجري في القطاعات المنتجة أما النائب عباس هاشم فيلعب دور محام الشيطان وتلتبس عليه الأدوار بين السلطة والمعارضة ست يومنا ما بيكفي نمارس بالشارع الشيء لأنه كل ما يؤخذ خارج نطاق التوازن بيكلف المواطن أكتر الآن الصراع أو التبين مع الهيئات الاقتصادية بيقوم على مبدأ أنه آن الأوان ننطلق بنظام ضرائب بمباشر وتصاعدي حكومة اليوم كانت معارضة بالأمس ومعارضة اليوم كانت حكومة بالأمس وحدها الهيئات النقابية لم تتغير الآن ومن مقر إقامة المتبارين ضمن برنامج الزعيم أجواء المرشحين وبرامج عملهم مباشرة نتابعها مع زميلة رونا حلبي رونا يعطيك العافي كيف الأجواء والتحضيرات للمرشحين في إطلالتهم الأولى الليلة بعد انطلاق رحلة الزعيم نعم رائد في الواقع مشاهدوا قناة الجديد اليوم على موعد مع الحلقة الأولى من أخبار الزعيم وهي حلقات يومية لح تبتدي من اليوم ورح تكفي للأسابيع المقبلة من النهار الخميس وحتى الأحد يوميا بعد نشرة الأخبار كل حلقة رائد رح تتضمن فقرتين بالفقرة الأولى لح يكون فيه تقريرين بيتناول الأعمال اليومية اللي عم بيقوموا فيها المشاركين خلال يعني الأشياء اللي طلبتهم اللجنة من القيام القيام فيها وأيضا بالفقرة الثانية رح هيكون على كل مشترك أن يبدي رأيه بأي شيء ورد بنشرة الأخبار إذن رائد اليوم هو اليوم الأول من أخبار الزعيم وهلأ المشتركين لح يطابعوا تكملة نشرة الأخبار للليلة وعم بياخدوا ملاحظات لحتى يقوموا بعد شوي بتعليقاتهم على نشرة الأخبار إذن رائد اليوم مشاهدي قناة الجديد ترقبوا الحلقة الأولى من أخبار الزعيم نعم إذن بانتظار أخبار الزعيم شكرا لزميلة رون الحابي إمام مسجد القدس الشيخ ماهر حمود يعقد مؤتمرا صحفيا يخصصه للرد على الشيخ أحمد الأسير يا أخ أحمد نذكرك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها إنك الآن تعمل بعمل أهل النار بكل ما في الكلمة من معنى وليس من عمل أهل الجنة أن نعادي أهلنا وإخواننا وأن نفرز الفرز الطائفي والمذهبي وأن نسيئ إلى مدينتنا وأن نشوه شكلها وتاريخها ومضمونها ومستقبلها وليس من عمل أهل الجنة أن تستفرد ببلد كامل تأخذه إلى حيث يريد شيطانك الرجيم الذي لا تملك منه استعاذة ولا نأيا كل ذلك من عمل أهل النار فاتق الله قبل أن ندخل في نفق من نوع آخر من استيقظ قبل وفاته بقليل أنقذ نفسه فاستيقظ قبل أن تموت على ما أنت عليه ثم إنك تكذب في موضوع أهل السنة والجماعة نعم تكذب من خولك أن تعطي تعريفا معين لأهل السنة والجماعة إنك تعلم تماما أن بعضا من المتشددين الوهابيين يعتبرون أن أهل السنة والجماعة هم فقط الحنابلة ومن كان معهم يعني يخرجون من الإسلام الأشاعر والشافعية والأحناف يخرجون من الإسلام صلاح الدين الأيوبي والعز بن عبد السلام وحسن البنى والسيد قطب وجمهرة هم تسعون بالمئة من المسلمين هل تتبنى هذا التعريف المجحف بحق الإسلام السنة بمفهوم أهل السنة والجماعة هي ما نحن عليه هي ما نقوله نحن وليس ما تكذبه أنت على الله وعلى رسوله السنة هم من كانوا مع قضايا الأمة الكبرى وعلى رأسها فلسطين وعلى رأسها وحدة الأمة وعلى رأسها موافقة مواجهة الغزو الأمريكي والسيطرة الأمريكية نحن السنة شئتا أبيت تعلم منا ليس هناك شيء تعلمنا إياه نحن نعلمك قبل فوات الأوان تعلم منا وقد حاولت ذلك ولكنكم لم تقبلوا ذلك إن القرآن يطلع عليك ولكنك لا تفهمه وإن الأحاليس تحفظها ولكنك لا تستوعب مدلولها فاتق الله قبل فوات الأوان هذا واجبنا نقوله لك شئتا أبيت من باب اللهم إنا بلغنا اللهم فاشهد النائبان فؤاد السنيورة وبهية الحريري يردان على الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله وينتقدان تحركات الأسير من دون أن يسميه رد نائبا صيدة فؤاد السنيورة وبهية الحريري في بيان مشترك على كلام الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله معتبرين أن ما جاء على لسان نصر الله كلام مرفوض ومردود ومستهجا وينم عن تكبر واستفزاز وعنيات أو تحضيرات أو مخططات معدى لتنفيذ اعتداءات مسلحة على المدينة وأهلها بسبب حجج مفتعلة في الوقت نفسه لفت النائبان إلى أن التهديد بمهاجمة مراكز سكنية ودور عبادة أمر مستنكر ومرفوض ولا يمكن القبول به تحت أي ذريعة ولا يحق لأحد أن يأخذ حقه بيده وكأنه يطبق شريعة الغاب وإذا كان هناك من تجاوزات فإن ضبطها يجب أن يكون منوطا حصرا بمؤسسات الدولة الأمنية والقضائية وتحت سقف القانون وشدد نائبا المستقبل أن مدينة الصيدة هي عاصمة الجنوب وقد كانت ولا تزال مدينة الاعتدال والتسامح والعيش المشترك الإسلامي المسيحي والإسلامي الإسلامي وبالتالي لا فرق بين أبناء المدينة وتجار الصيدة يعتصمون ضد الأسير الجميع مطالب بوقف الفتنة ونعم للعيش المشترك عنوان الاعتصام الذي نفذه العشرات من تجار مدينة صيدة أمام مبنى البلدية في ساحة النجم بوسط المدينة استنكارا لما وصفوه بالخطاب المذهبي والطائفي الذي دائب عليها الشيخ أحمد الأسير والذي أدى إلى حال ركود اقتصادي ومعيشي في المدينة وهجرة الزبائن والمبتاعين إلى مناطق أخرى وحذر التجار من مغبة استفزازات الأسير وتهديداته البعيدة من ثقافة صيدة وتنوعها الديمغرافي وعيشها المشترك الإفراج عن نزيه نصار بعد اختطافه على طريق بعلبك 27 يوما بعد 27 يوما من اختطافه على طريق بعلبك الدولية أطلق سراح المخطوف نزيه نصار عند الساعة الحادية 10 من ليل الأربعاء من دون دفع أي مبلغ في المقابل نزيه روى تفاصيل الخطف خيانة تعرضت للخطف ومن فرزوا لريالة تربول وخطفوني الجمعة ولطموني وطلعت معهم بالسيارة ما شفت حالي إلا بعد شي ساعة وأكثر من ساعة إلا عندهم ملطم وعيت لقيت حالي بقوضة ما وعيت إلا بقوضة وعملوني معاملة منيحة أكثر من هذا أكثر من شي عملوني معاملة طيب وكانوا منيح معايا ويقولوا لي أعطولي أخي وأنت البدكي بصير ويعطولني البدية تواصلوا مع أخي يعني في كيف عم يتواصلوا مع أخي وريعتني حلت أنه كرمال أنه مبارح أنه كرمال خطاب السيد قالوا لي كرمال خطاب السيد مبارح هو اللي شيلك هو اللي يطلعك زوجة المخطوف تمنت أن يكون زوجها آخر المخطوفين وبس رجي يعني مبارح 11 بالليل فجأة وصل على البيت يعني من ضمن أحد يجيبه يعني شعور تنسى كل الوجع اللي عشتوا بهال 27 يوم نسينا كل شي المخطوف نازيه نصار شكر الجميع على جهودهم في إطلاق سراحه وخاص بذلك الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بعد أربعة أيام على إحراق جثته في سيارته الأجهزة الأمنية تكشف ملابسات جريمة قتل مالك محي الدين بعد أربعة أيام على جريمة قتل مالك محي الدين الذي عثر على جثته محترقة في سيارته بمنطقة وادي زيني تمكنت وحدة الشرطة القضائية في مفرزة بعبدة من كشف ملابسات الجريمة وبناء على التحريات تبين أن شخصا يدعى الصاد صين من موليد عام 89 حضر ليلة الجريمة إلى مكان إقامة المغدور في محلة الجاموس برفقة المدعوم ألف من موليد عام 93 ودخل شقة المجن عليه بمساعدة زوجته المدعوة زين شين من موليد عام 82 ومن ثم دخل الغرفة التي كانت ضحية نائما فيها وخنقاه في فجر اليوم عينه نقلال جثة إلى محلة وادي الزيني بسيارته وأحرقاها بعد وضع جثة الضحية على مقعدها الأمامي قبل أن يتوجه إلى بيروت بواسطة سيارة أجرى أوقف الشخصان المذكوران إضافة إلى الزوجة المشاركة في الجريمة وأوضع جميعا القضاء المختص للمحاكمة ماذا يقول القانون في مسلح مكشوف الوجه على شاشات التلفزة؟ تقرير للزميل رامي الأمين بالنسبة إلى كثير من اللبنانيين بات هذا المشهد مألوفا صور المسلحين في الشوارع أمر أكثر من اعتيادي لا بل أكثر بعض المسلحين يعقدوا مؤتمرات صحفية ويهدد ويتوعد نحن أول شيء بدأ يعرف عن حالنا نحن الجناح العسكري صحيح ولكن هذا مش كله الجناح العسكري ما في مطرح ليجي عليه بعضهم الآخر ظهر مدججا من اللحية إلى الرشاش مهددا بأن يصل الدم إلى الركب الجناح العسكري لأهل المقداد في السجن أما الشيخ أحمد الأسير فوصف أحد القضاة بالدجاجة ولا يزال طليقاً القانون واضح بحسب المحامد جيمي صبح حتشيتي ما نشهده من ظهور مسلح تنطبق عليه المادتان الأولى والثانية من قانون الإرهاب الصادر عام 58 يعاقب بالإعدام على الاعتداء أو محاولة الاعتداء التي تستهدف أولاً إما إثارة الحرب الأهلية اللي عم نشوفه نحن بالشوارع حرب أهلية ولا لا حرب مذهبية ولا لا أو الاقتطال الطائفي بتسليح اللبنانيين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد بعض وإما بالحد على التقتيل والنهب والتخريب ماشي جيء جيء يعني فيه أشخاص أنا لابستهم لبس أبداً أبداً بترجع بتلك المادة ثلاثة يعاقب بالإعدام من ترقس عصابة مسلحة أو تولى فيها وظيفة أو قيادة أياً كان نوعها تبهي أياً كان نوعها كان إيادة دينية ولا إيادة عسكرية ولا إيادة إعلامية أياً كان نوع الإيادة إما بقصد اجتياح مدينة يلي لحظناه من كم يوم ولورا بيفوتوا على البيوت ليطهرون أو محلة أو بعض أملاك الدولة أو أملاك جماعة من الأهلين يعني من اللبنانيين وإذا كان قانون الأسلحة والذخائر لا يلحظوا ضرورة عدم إظهار السلاح المرخص فإن رخص السلاح تلحظ ذلك بشكل واضح ومباشر بأي رخصة على ظهرة في أول شرط صادر عن وزارة الدفاع بيقلك يحذر حمل السلاح بشكل ظاهر أنت فيك تأكد لي أنه هو كل الأسلحة اللي معهم مرخصين؟ رجعنا للمشكلة اللي رخص له طيب وإذا مرخصين ليش ظاهرين؟ رجعنا لقصة الإرهاب على النيابات العامة أن تتحرك من تلقائها عند ظهور أي مسلح مكشوف الوجه على وسائل الإعلام يؤكد حد شيتي فصور الشيخ أحمد الأسير مسلحاً مع جماعته وصور مسلحي السابع من أيار وصور مسلحي أحداث طرابلس وغيرها الكثير كلها تعد إخبارات للنيابة العامة لتتحرك ومع ذلك لا تتحرك حمسة اهتزت صباحاً على تفجير ومؤتمر أصدقاء سوريا تعهد بمزيد من الدعم المادي والسياسي للمعارضة سوريا جرعة إضافية من الدعم السياسي والمادي قدمها المشاركون في مؤتمر ما يسمى أصدقاء سوريا المنعقد في روما إلى الاتلاف الوطني السوري غير أن المؤتمرين في المقابل استنكروا ما اعتبروه قيام دولة ثالثة بتسليح حكومة الأسد على نحو متواصل واستعمالها صواريخ سكود وطالبوا الرئيس السوري بالتوقف فوراً عن قصف المناطق المأهولة واشنطن لعبت دور أم الصبي في هذا المؤتمر فتعهدت كما أعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري تقديم 60 مليون دولار إضافية للمعارضة السورية لتلبية حاجاتها اليومية من مشاريع ومساعدات طبية وغذائية للمعارضة إضافة إلى تقديم المساعدات إلى اللاجئين السوريين في تركيا وفي لقاء هو الأول بينهما التقى كيري رئيس الائتلاف السوري المعارض أحمد معاذ الخطيب وشدد على أهمية الحل السياسي وعلى قيام حكومة انتقالية بصلاحيات كاملة مؤكداً رفض بلاده تسليح المعارضة لا يملك كل الإرهابيين في العالم هذه النفسية المتوحشة الذي يقوم بها النظام ضد الشعب السوري موضوع الأسلحة الكيميائية إنما فعله النظام من الدمار بسوريا واستخدام كل أنواع الأسلحة التي بين يديه هي أكثر تأثيراً وفتكاً من كل الأسلحة الكيميائية نحن مع حل سياسي في سوريا على كل السوريين أن يعرفوا أنه يمكن أن يكون لهم مستقبل وأن ائتلاف المعارضة يمكن أن ينجح في تحقيق انتقال سلمي وخلال مبحثات في الكرملن بين الرئيسين الروسي والفرنسي أكد الطرفان أن باريس وموسكو متفقتان على عدم السماح بتقسيم سوريا وأمل هولاند التوصل إلى حل سياسي سريع للأزمة السورية فيما رأى بوتن أنه لا يجوز السماح بأن تستغل الزمر المتطرفة والإرهابيون الدوليون المأساة السورية لتحقيق أهدافهم لدينا الهدف نفسه وهو تفادي تفكك هذا البلد وعدم ترك الإرهابيين يستفيدون من حالة الفوضى هذه نرغب في قيام حوار سياسي بين المعارضة وبين طرف مقبول لكن هناك مسألة طريقة الوصول إلى ذلك عبر الحوار السياسي فيما يتعلق بسوريا علينا الاستماع إلى رأي زملائنا بشأن بعض جوانب هذه المشكلة المعقدة يبدو لي أنه من المستحيل تبيان الأمر بوضوح دون زجاجة نبيذ جيد بل بدون زجاجة فوتكا على صعيد متصل أرجأ الائتلاف السوري لقوى المعارضة والثورة السورية مؤتمره الذي كان مقرراً السبت في اسطنبول لاختيار رئيس حكومة إلى موعد غير محدد ميدانياً صحت حمص على تفجير بحسب ما ذكرت وكالة سان الرسمية نفذه إرهابيون قرب مجمع صحارة في حي عكرمة الجديدة في ودي الذهب في حمص ما أدى إلى مقتل شخص وجرح أكثر من عشرين آخرين وإلحاق أضرار مادية كبيرة في المنازل والسيارات في المقابل أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن اشتباكات وصفها بالعنيفة في المناطق المحيطة بساحة السبع بحرات ومدرية الأوقاف والقصر العدلي أهلا بكم جديد الوزير وائل أبو فعور يتقدم بشكوى قضائية في قضية الطفل مؤمن لمحمد ووفد من عائلة المحمد زار الوزير علي حسن خليل وأكد أمامه متابعة القضية وإحالة التحقيقات التي أجرتها الوزارة على هيئة القضايا في وزارة العدل تقدم وزير الشؤون الاجتماعية والأبو فعور بصفته رئيس المجلس الأعلى للطفولة بشكوى إلى مدعي عام التمييز القادحات الماضي تأخذ صفة للدعاء الشخصي في قضية الطفل مؤمن خالد المحمد الذي توفي على باب أحد مستشفيات طرابلس بعد رفض المستشفيات استقباله كلام أبو فعور جاء بعد زيارته وزير العدل شاكيب قرتباوي وقد بحث معه قضية الطفل مؤمن قضية الطفل مؤمن خالد المحمد لن تمر دون عقاب ولم نسمح بعد اليوم بأن تحصل قضايا شبيهة في أماكن أخرى يجب أن يكون هناك زوابط قانونية معالي الوزير مهتم وأجرى اتصالاته وأعتقد بأنه يجب أن نضع حدا للتساهل أو الإهمال أو أحيانا سوء النية التي تودي بحياة الكثير من الأطفال البعض يتناسى القيم الإنسانية ويتناسى أن حياة الإنسان قبل كل شيء وأغلى من كل شيء أجريت الاتصالات مع القضاة المهتمين بهذا الموضوع كما قال معالي الوزير أبو فعور لا أريد أن أفشي ما يجري لكن تتم الملاحقة بجدية ولن نقبل أن تمر الأمور دون أي عقاب على من يثبت عليه الدم وأتمنى قرتباوي على نقابة الأطباء أن تطهر جسمها من أي طبيب يجري التأكد من أنه لا يتمتع بالحس الإنساني الكامل رئيس الوزراء المجاري يزور لبنان ويجول على الرؤساء الثلاثة في إطار تعزيز العلاقات المشتركة يزور رئيس الحكومة الهنغارية فيكتور أربان لبنان وهو التقى رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان مؤكدا له أن بلاده مهتمة في توسيع علاقاتها الخارجية وترغب في أن يكون لبنان الدولة الركيزة في سياستها الشرق أوسطية وأعلن أربان من بعبدا عن سلسلة من الاتفاقات التي سيجري توقيعها في المجالات السياسية والعسكرية والتربوية سليمان شدد على إرادة لبنان في تعزيز العلاقات السنائية وتبادل الخبرات شاكرا لهنغاريا مساهمتها في قوات اليونيفل كما تناول اللقاء الأوضاع في سوريا وأهمية مساعدة لبنان في تحمل عبء إيواء النازحين المسؤول الهنغاري انتقل من القصر الجمهوري إلى السرايا الحكومية حيث عقد محادثات مع الرئيس نجيب ميقاتي شرحنا له السياسة التي تدهجها الحكومة اللبنانية فيما تعلق بالوضع في سوريا وأهمية تعاون المجتمع الدولي لسيما الاتحاد الأوروبي مع لبنان هذا التعاون يكون خاصة في مجال إغاثة المواطنين السوريين الذين نزحوا إلى لبنان وتوافقنا على أن الأولوية يجب أن تكون لوقف القتل والتدمير في سوريا ومن ثم إيجاد الحل السياسي الذي يتوافق عليه السوريون نحن ننظر إلى هذه المنطقة، إلى هذا البلد باهتمام كبير وبإجاز لأن بين هذه الظروف الصعبة في هذا البلد الهكومة تهافل عن تشغيل نظام ديمقراطي أدركنا أن هذا البلاد مفتوخ بنسبة التجارة أربان زار عين التيني وتطرق الحديث بينه وبين رئيس المجلس النيابين به بري إلى الأزمة السورية وتداعياتها على لبنان والمنطقة وأكد بري أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه أوروبا من أجل الحل السياسي في سوريا صدر عن قيادة الجيش البيان التالي بعد زيادة ظاهرة رمي القنابل في شوارع ترابلس قامت مدرية الاستخبارات بحت حريات حثيثة تمكنت بنتيجتها من تحديد هوية الفاعل ويدعى أحمد بسام الجاجاتية وقامت بتوقيفه واعترف الموقوف أن المدعو زين صاد كلفه وآخرين برمي أصابة ديناميت وقنابل يدوية في أحياء باب التباني بهدف الإبقاء على حال البلبلة في المنطقة وبينها وبين جبل محسن ودعت قيادة الجيش المواطنين إلى التعاون مع وحداتها المنتشرة في ترابلس وإبلاغ القوى الأمنية عن أي شخص يحاول المسة باستقرار المدينة استقبل رئيس مجلس النوى بن بيه بري المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في حضور أحمد بعلبكي وعرض معه الوضع الأمني البابا بنيديكتوس السادس عشر ودع كرادلة الفاتيكان وتعهد الطاعة للحبر الأعظم المقبل تاركا خلفه أمواجا عاتية تضرب الكنيسة الكاثوليكية وسط عالم متحول يغادر البابا بنيديكتوس السادس عشر الفاتيكان وخلال لقاء وداعي جمعه بالكرادلة قال الحبر الأعظم إن الكنيسة ليست مبنية على أشخاص بل على قلب محب هو قلب الرب واستعهد بالطاعة لخلفه أكد أنه عاش مرحلة البابوية التي امتدت سمان سنوات باتحاد وشركة مع كل الجسم الأسقفي والكهنوتي قائلا كنا مع الكرادلة كفرقة موسيقية واحدة تعزف مجد الرب البابا بنيديكتوس الذي سبق وأعلن استقالته في الحادي عشر من شباط فبراير سيمضي شهرين في المقر البابوي الصيفي في كاستل جاندولفو حيث وفور وصوله سيحيي الجماهير من شرفة غرفته لتكون تلك إطلالته العلنية الأخيرة كحبر أعظم على أن يعود إلى الفاتيكان في نهاية نيسان صفحة أخبار منوعة من العالم في هذا التقرير استيقظت غزة على غزو الأسماك لشواطئها ما دفع صياد القطاع إلى أداء صلاة الشكر على نعمة الثروة السمكية التي طالما تم النوها في ظل منعهم من دخول أعماق البحار بسبب حصار الاحتلال الإسرائيلي بحر غزة لم يستطى الصيادون ركوب البحر فأمدهم البحر بأكثر من أربعمائة سمكة فريدة من نوع وطوات البحر في يوم واحد بسبب الحصار الخانق الذي كان موجود على قطاع غزة ولكن اليوم بسبب أنه سمحوا للصيادين يمشوا في البحر لغاية كمان ثلاثة ميل صار يطلع بكترة وهذه فرصة للناس التي تقدر تشتري الأسماك هاي من النوع رصد أكثر من مائة دولفين في ميناء ويلينغتون في نيوزيلندا فاحتشد المواطنون والسياح على الواجهة البحرية للميناء للاستمتاع باستعراض الدلافين التي قدمت استعراضا أشبه بالسباق شارك المغامر بيرد غريلز وهو أحد نجوم الشاشة في العالم المعروف بمغامراته في الطبيعة واعتماده على جميع الوسائل الطبيعية للاستمرار في الحياة وإنجاز مهماته أما اليوم فشارك غريلز في تصوير فيديو جديد يعنى بسلامة الطيران ويوضح الخبير طريقة تكديس الأمتعة وكيفية وضع سطرة النجاة بطريقة جديدة ظهور غريلز في هذا الفيم هو الأحدث في سلسلة أشيطة الفيديو التي يظهر فيها النجوم بهدف التوعية وهي طريقة تعتمد في الغرب إلى إيصال هدف الإعلان بشكل أفضل إلى المشاهدين كان في نشتنا الصفضي فجر بحثة سلسلة أمت أنت أنا اليوم؟ الوزراء رفضوا الشيخ حمود للأسير أنت استفرد ببلد كامل تأخذه إلى حيث يريد شيطانك وبهية والسنيورة يستنفران في الخاص السلاح زينة الشارع ولا سلاح أمريكيا للمعارضة السورية تابعنا في النشرة سباق الدلافي شكرا للمتابعة دمتم بألف خير وإلى اللقاء موسيقى 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 موسيقى